اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع المسشر الألماني أولف شولتس القوات الأوكرانية بارتكاب جرائم حرب مؤكدا أن كيف تعرقل المحادثات مع موسكو وذكرت الرئاسة الروسية أن الرئيس بوتين لفت إلى قصف القوات الأوكرانية أحياء سكنية في مدينة داي دوناتسكو مكيفكا ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا محملا الغرب المسؤولية وأوضح الرئيس الروسي بحسب البيانة للقوات الروسية تفعل كل ما بوسعها من أجل إنقاذ حياة المدنيين من خلال فتح ممرات آمنة لخروج المواطنين من المدن الموجودة ضمن منطقة القتال مشيرا إلى إجلاء حوالي 43 ألف شخص من مدينة ماريوبال الأوكرانية والمطلة على بحر أزوف خلال عملية إنسانية أعلن الكريملين أن رئيس فلادمر بوتن نقش العملية العسكرية التي تشنها موسكو في أوكرانيا مع مجلسه الأمن اليوم كان الرئيس الروسي قد أكد أن هدف ما أسماها بالعملية الخاصة هو تجريد أوكرانيا من قدراتها العسكرية وحماية الأمن القومي الروسي أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن المباحثات بين موسكو وكييف مستمرة عبر الفيديو كونفرانس مشيرا إلى أن التواصل بين روسيا وأوكرانيا سينهي ما يحدث في كييف بشكل أسرع ولفت بيسكوف إلى أن روسيا تبذل جهودا كبيرة وهي مستعدة للتفاوض بشأن التسوية في أوكرانيا من جانبها أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إلى أن المفاوضات الروسية الأوكرانية تتضمن بحث مسائل عسكرية وإنسانية وسياسية أكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لفروف أن ما يجري في أوكرانيا يعكس النهج الغربي الرامي إلى تهميش روسيا وأضاف لفروف في مقابلة تلفزيونية أن العقوبات ضد روسيا حاليا غير مسبوقة مشددا على أن بلاده لن تصمد أمام هذا الموقف الجولة الأخيرة والحزمة الأخيرة من العقوبات تحمل صفة غير مسبوقة وكما قال بوتين فهناك حوالي خمسة ألاف عقوبة أو إجراء تقيدي وهذا أكثر من أي عقوبات فرضت ضد كوريا الشمالية أو إيران ونحن نقول وكنا دائما ما نقول أن العقوبات تقوين وتعزز قدرتنا والعقوبات في 2014 عندما لم يتمكن الغرب من قبول رغبة وإرادة سكان شبه جزيرة القرم في الانضمام إلى روسيا أعلنت وزارة الدفاع الروسي أن الجيش الروسي وحلفائه يقاتلون الآن في وسط مدينة ماريوبول الميناء الأوكراني لستراتيجي المحاصر في جنوب شرق البلاد وقال المتحدث باسم الوزراء إيغوري كوناشينكوف في ماريوبول إن القوات الروسية والإنفصاليين باتوا يسيطرون على 90% من أراضي منطقة لهانسك قال الرئيس الأوكراني بلودي بير زيلنسكي أنه تحدث مع رئيسة المفاوضية الأوروبية أورسلا واندرلاين وإن بلاده تتوقع إحراز تقدم في طلبها للانضمام إلى اتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة وضف زيلنسكي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي أنه أجرى محادثة جوهرية مع رئيسة المفاوضية الأوروبية وإن رأي المفاوضية الأوروبية بالشأن طلب أوكرانيا الانضمام للتحاد الأوروبي سيكون جهزا في غضون بضعة أشهر أعلنت سلطات مدينة كييف أن 222 شخصا قتلوا في العاصمة الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية بينهم 60 مدنيا وأربعة أطفال وأضفت إدارة كييف في بيان لها أن 889 أخرين أصيبوا بجروح بينهم 241 مدنيا أسابيع ثلاثة مضت على العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية وأسبوع رابع بدأ منذ اندلعيها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي نزاع اندلع بين الطرفين وعمت أصداؤه العالم أجمع أكثر من 20 يوما مرت شهد النزاع خلالها كل وسائل الضغط العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية واستتصعيد في معارك العقوبات بين الغرب الداعم لأوكرانيا من جهة وروسيا من جهة أخرى ورغم تزايد الحديث عن إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين موسكو وكييف تتواصل العمليات العسكرية وتبادل الاتهامات باستهداف مدنيين بين الطرفين أما على صعيد حصيلة الخسائر في صفوف العسكريين خلال الفترة الماضية فتضاربت الأرقام المعلنة من الجانبين في حين لم تعلن روسيا وأوكرانيا عن أي حصيلة للخسائر في صفوف جيوشهما مؤخرا واكتفى كل جانب بآلان خسائر الآخر فقط وعلى خط نزاع تصاعدت أزمة الفرين واللاجئين إلى دول الجوار لتزيد المشهد تعقيدا مع تواصل التحذيرات الأممية من تدهور أوضاعهم الإنسانية وما بين الأوضاع على الأرض والتحذيرات العالمية يبحث النيتو عن تأمين نفسه من المارد الروسي بخطط جديدة تشمل نشر مزيد من القوات والدفاعات الصاروخية في شرق أوروبا أعلن عمدة مدينة لفيفي الأوكرانية أن الصواريخ الروسية قد قصفت منطقة واقعة بالقرب من مطار المدينة إلى أن المبنى نفسه لم يتعرض للقصف وفي تصريحات صحفية حث عمدة المدينة المواطنين على عدم نشر الصور من موقع القصف والاحتماء في حال استمرار الغارات الجوية وأضاف عمدة المدينة أن العديد من الصواريخ قصفت منشأة لصيانة طائرات بالمدينة مما أدى إلى تدميرها تصريحات نشر صوائحات نشرية وعلى الصغيرب، ايضاً نافت يوجد من أحدهم هكذا بحين لقد أحدهم واضحكوا اشتركوا في القناة يتatado موناعي ترجمة نانسي قنقر أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان أن موقف الصين حول قضية أوكرانيا موضوعي وعادل وبناء وخال من اللوم وفي مؤتمر صحفي أضافت شاو أن بلاده تبذل جهود إيجابية لتهديئة الوضع في أوكرانيا وهي ملتزمة بتعزيز محادثات الثلام وتقديم مبادرتها لحل الأزمة الحالية الصين كانت موضوعية واتخذت موقفا موضوعي إزاء هذه الأزمة منذ أن بدأت في أوكرانيا وكننا نتخذ منذ البداية تدابير لتعزيز المحادثات الدبلوماسية وطبعا نحن نقوم بجهود دبلوماسية وهذا ما شهد عليه المجتمع الدولي خلال هذه الفترة الماضية ما تقدمه الصين إلى أوكرانيا هي مساعدات إنسانية ضرورية مثل الأغذية والأطعمة للأطفال والردع وملابس دافئة وما إلى ذلك أعلن وزير الدفاع البريطاني بين واليس أن بريطانيا ستنشر أحدث منظومتها للدفاع الجوي الصاروخي المتوسط المدى في بولندا وقال والس بعد اجتماع مع نظره البولندي ماريوس بلاشاك إن بريطانيا تتضامن مع بولندا كحليف في حلف شمال الأطلسية خصوصا أنها تتحمل الكثير من أعباء تبعات الحرب في أوكرانيا وبموجب اتفاق عسكري جديد مع بولندا ستساعد بريطانيا وارسو في تطوير نفس منظومة الدفاع الصاروخي هذه ولم تكشب بريطانيا عن موعد وفترة نشر منظومة سكاي سايبر على الأراضي البولندية كما أعربت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني رينا فرشتشوكا أن بلادها تأمل في إجلاء المدنيين من مدن وبلدات على خط جبهة القتال مع القوات الروسية من خلال تسعة ممرات إنسانية من جانبه أوضح حاكم منطقة لوهانسكا الواقعة بشارك أوكرانيا أن القصف المتكرر الذي تشنه القوات الروسية يحول دون إجلاء المدنيين من البلدات والقرى الواقعة على الخط الأممية هذا وتأمل السلطات الأوكرانية في التوصل التفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار بحلول السبت وذلك من أجل السماح للشاحنات بتوزيع الغذاء والدواء وغيرهما من المساعدات أعلن حرص الحدود البولندي أن أكثر من مليوني لاجئ قد دخل بولندا قادمين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية هذا وأوضحت بولندا أن النسبة الأكبر من اللاجئين من النساء والأطفال أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناسي جارستور أمام البرلمان أن بلاده تعتقد أنها ستستقبل قرابة 30 ألف لاجئ أوكراني في هذا العام لكنها تستعد الوضع يصل فيه عدد اللاجئين إلى 100 ألف مع فرار المزيد من الأوكرانيين بعد العملية العسكرية الروسية كانت السلطات النرويجية قد أعلنت في وقت سابق وصول نحو ألفين لاجئ من الأراضي الأوكرانية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فرضت أستريليا عقوبات على 11 مصرفا ومؤسسة حكومية روسية أخرى بما في ذلك صندوق الثروة الوطنية ووزارة المالية وفي بياننا قالت وزيرة الخارجية الأسرالية ماري سيباين إن قائمة العقوبات تشمل صندوق الثروة الوطني لروسيا ووزارة المالية في روسيا للتحادية موضحا أن عقوبات أسراليا تؤثر على جميع هياكل الدولة الروسية المسؤولة عن إصدار أو إدارة الديون السيادية أعلنت اليابان تجميد أصول 15 فردا وتسع منظمات روسية بما في ذلك رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لقوات المسلحة الروسية ونواب وزراء الدفاع وذكرت وكلة الأنباء اليابانية أن هذا التدبير الجديد يرفع عدد الأفراد والمجموعة الروسية الخاضعة للعقوبات اليابانية إلى مام مجموعه 95 فردا ومجموعة طالب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك بالحد من قوة الرئيس الروسي فلانمر بوتين وتدميرها في الوقت ذاته عارض هابك دعوات لوقف واردات الطاقة من روسيا على الفور قبل تأمين سلاسل الإمداد من النفط والغاز حتى لا يكون لتلك الخطوة مرضود عكسية على الدول الأوروبية حدت وكالة الطاقة الدولية للحكومات على تطبيق إجراءات فورية لخفض الاستهلاك العالمي للنفط في غدون أشهر على وقع المخاوف المرتبطة بالإمدادات الناجمة عن العملية العسكرية في أوكرانيا هذا وأفادت وكالة الطاقة الدولية أن المقترحات العشرة التي وردت في تقريرها وتشمل زيادة العمل عن بعد وخفض الحدود القصوى للسرعة بإمكانها خفض الاستهلاك بالاقتصادات المتقدمة بنحو مليونين وسبعمائة ألف برميل يوميا خلال الأشهر الأربعة المقبلة بينما تتواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تكثف مختلف دول العالم من إجرائتها للسيطرة على موجة التضخم التي فجرتها الأزمة محاولات مختلفة من المحيط إلى الخليج تحاول كبح دماء حتى داعيات السلبية للأزمة الأوكرانية وسط مخاوف من إطالة أمدها إجراءات اقتصادية عديدة اتخذتها عدة دول في محاولة للسيطرة على موجة التضخم التي تضرب الكثير من البلاد متاثرة بتداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا التي ألقت بالغلالها على العالم في الولايات المتحدة وبهدف السيطرة على ارتفاع التضخم أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدل الفائدة الأساسي بروبع نقطة مئوية في أول زيادة للمعدل منذ بدء تفاشي فيروس كورونا رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد أنه على الرغم من أن عودة التضخم إلى الهدف البالغ 2% سيستغرق وقتا أطول من المتوقع إلا أن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد وقادر على الصمود أمام رفع معدل الفائدة وفي القارة الأوروبية رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي حيث صوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك لصالح زيادة بـ 25 لقطة أساس مما رفعها إلى 75 من 100 بالمئة وسجل التضخم في المملكة المتحدة بالفعل أعلى مستوى له في 30 عاما قبل العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وسيؤدي إلى مزيد من الضغط التصعودي على توقعات التضخم للبنك المركزي وفي الأردن لم يختلف الحال كثيرا فقد أعلن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية 25 لقطة أساس وذلك لكبح الضغوط التضخمية وبهذا ارتفع سعر الفائدة بالأردن إلى 2.75 من 100 بالمئة وجاء ذلك القرار بحسب البنك في إطار المتابعة المتواصلة لأسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية وكذلك لاحتواء الضغوط التضخمية المتوقعة في ضوء تصاعد معدلات التضخم عالميا إذن هو صراع كبير تخوضه الكثير من دول العالم في محاولة للتأقلم والتخفيف من تداعيات الأزمة الأوكرانية وموجة التضخم العالمية على الاقتصاد العالمي قالت منظمة الصحة العالمية أنها تحققت من 43 هجوما على منشآت رعاية الصحية في أوكرانيا وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية تدريس أدهانوم أن الهجمات قد أسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات من العاملين في مجال الصحة وأكد أدهانوم أنه في أي نزاعات تعتبر الهجمات على القطاع الصحي في أوكرانيا انتهاكا للقانون الإنساني الدولي دون أن يحدد المسؤول عن تلك الهجمات